اشتركوا في القناة ستعرف تراجع المناطق الغربية في انتظار ذلك إذن عن حالة السماء خلال يوم الغد إن شاء الله وذي من الطيارات غربية جنوبية غربية رطبة على شمال البلاد مصرحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد دائما سحب برعدية ستخص تقريبا جل المناطق الشمالية الساحلية وحتى المرتفعات والهضاب احتمال لبعض الزخات من المطر تحت وقع رعود خلال أواخر النهار على المرتفعات الداخلية الوسطى ومطقة الأوراس دائما رعود منعزلة خلال أواخر النهار كذلك على شمال السحر ومطقة الوحات ومشمسة على باقي المناطق مع زواب عملية ستنشط على السحراء الوسطى خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد درجات الحار الدنيا إن شاء الله تصل غاية 27 درجة كاليمقياس وهذا على المسيلة بوسعادة الجلفة مقاييس ما بين 21 درجة 24 درجة على السواحل منتظ 28 درجة على بشار نفس المقياس على غردية 29 درجة على السحراء الوسطى برج باجي مختار لنت تتعدى 23 درجة لمرتفعات الهوغار والتسلي ترتفع الغاية الوحدة والثين درجة البسكرة المغير والتقورد أما خلال ظهيرة الغد دائما موجود حار ستخص المناطق الوسطى والشرقية ننتظر مقاييس ما بين الربعين الغاية 44 درجة على كل من النابة تارف سكيكدا بيجايا جيجل العاصمة كذلك تزيوز والبويرة كذلك معسكر غليزان وشلفوا حتى على الجلفة تنخفض على كل من كلمسان وهران لنت تتعدى 32 درجة ساوي 32 درجة على بشاس ساوي 32 درجة على تام نراسة تصل غاية 43 درجة على الصحراء الوسطى أهلا ميقيس على برج باجي مختار مع 44 درجة أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله مصرحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله بحر هادئ دائما على السواحل الشرقية رياح ضعيفة لكن بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى وكذلك السواحل الغربية هنا رياح متدلة تصل غاية 40 كم في الساعة خلال يوم الغد إن شاء الله ننتظر بحول الله على بعض عواصف شمال إفريقيا أجواء مشمسة مع تقص حر على تونس مع 37 درجة أجواء مغشات على القاهرة مع 35 درجة نفس الأجواء على الخرطون مع 37 درجة أمطار رعدية ستخص نجاملنا مع 32 درجة العيون محتلة أجواء مغشات مع 32 درجة نفس الأجواء على نواقشة مع 32 درجة غرب الشمس خلال يوم الغد إن شاء الله لمسا العاصمة سيكون بحول الله في تمام 56 دقيقة مساء ولا أكثر تفاصيل دائما مواقع الأرصاد الجزائرية في الخدمة أشكركم على المتابعة